اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عودة بفضل الله سبحانه وتعالى الى برنامج انما الامم الاخلاق بعد توقف طوال شهر رمضان وكنا نقدم برنامج اقتربة السعب اود بين يدي الكلام باذن الله رب العالمين عن موضوع الحلقة او موضوع الحلقات القادمة باذن الله رب العالمين والموضوع هو القيم الاخلاقية في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسنبدأ باذن الله تعالى بغزوة بتر قبل ان نبدأ في الكلام اقدم بين يدي الحلقة تحية من القلب ودعاء للرب سبحانه وتعالى لأهل غزة جميعا الى رجالها ونسائها اطفالها شيوخها عجائزها الى مساجدها الى مدارسها الى مبانيها الى ارضها الى كل ما يوجد في غزة تحية من القلب ودعاء للرب سبحانه وتعالى ان يربط على قلوبهم وان يتقبل شهداءهم باذن الله وان يشفي جرحاهم باذن الله رب العالمين وهم يعلمون قبل ان نعلم نحن او مثل ما نعلم او فوق علمنا لانهم يعاينون الواقع يعاينون وعيشون التجربة فلا شك ان من عاين ليس كمثل من نقل اليه او كمن سمع يعلمون ان اقدار الله وان سنن الله سبحانه وتعالى لابد ان تنضي والله سبحانه وتعالى يمحص ويختبر ويبتلي ليميز الخبيث من الطيب سبحانه وتعالى ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء فان اصابكم قرح او جرح فقد مس عدوكم قرح وجرح الا ان الفارق كما قال ربنا سبحانه وتعالى انهم انكم ترجون من الله ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وفي غزوة احد لما نادى ابو سفيان باعلى صوته اعل هبل فان النبي عليه الصلاة والسلام امر عمر ابن الخطاب ان يرد عليه ويقول بل الله اعلى واجل قتلاكم في النار وقتلانا في الجل فتحية من القلب ودعاء للرب سبحانه وتعالى ان يربط على قلوبكم قريبا باذن الله رب العالمين هذه هي المقدمة الاولى مقدمة ثانية اذكر بموضوع الحلقات او في ماذا اتكلم لطول العهد بين المقدمة التي كانت في الحلقة الاولى وبين الحلقة الان فانا ذكرت في المقدمة في الحلقة الاولى ماذا اعني بانما الامم الاخلاق فانا اتكلم عن الاخلاق بعمومها واقسامها على رأسها اخلاقنا مع الله سبحانه وتعالى تصديقا بما امر ونهى وشرع سبحانه وتعالى تطبيقا بعد التصديق صبر على اقدار الله وعلى سنن الله سبحانه وتعالى الاخلاق مع النبي صلى الله عليه وسلم تشمل ايضا تصديق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام تطبيق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتقديم محبته على محبة النفس وعلى محبة أي أحد ثم الأخلاق مع الناس في المعاملات بيننا وبين الناس فموضوع الحلقات دائما يصب في هذه الركائز السلاس أخلاقنا مع ربنا سبحانه وتعالى أخلاقنا مع النبي عليه الصلاة والسلام أخلاقنا مع الناس الغزوات العنوان الذي ذكرته القيم الأخلاقية في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم سأركز على القيم الأخلاقية بالمفهوم الواسع الذي ذكرته وأتوقف وأحلل بإذن الله رب العالم الغزوات من الأهمية بمكان وقال أهل العلم فيها أقوالا تبين أهمية الغزوات المغازي كانوا يسمونها المغازي يجمع أيضا كالغزوات يقول محمد الشاب الزهري يرحمه الله إن علم المغازي أي الغزوات فيه خير الدنيا والآخرة إن علم الغزوات أي تعلم علم الغزوات فيه خير الدنيا والآخرة ويقول علي بن الحسين رضي الله عنه الملقب بزين العابدين يقول كنا نعلم المغازي أي غزوات النبي عليه الصلاة والسلام كنا نعلم المغازي كما نعلم الصور من القرآن لأهمية الغزوات وكذلك يقول أيضا اسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان أبونا يعلمنا المغازي ويعدها علينا يعني يعلمهم ولا يكتفي بذلك وإنما يقول غزوات كذا غزوات كذا يختبرهم فيها ويقول يا بني أهمية إن هذه الغزوات شرف آبائكم فلا تضيعوا ذكرها غزوات لها أهمية وهناك كلام كثير لأهل العلم في ذلك ولأهمية الغزوات بدأت الكتابة فيها مبكرا وبدأ الاهتمام بها في التأليف مبكرا فأول من كتب في الغزوات هو عروة ابن الزبير ابن العوام رضي الله عن الزبير وعروة هو أحد الفقهاء السبع وهو من سادات التابعين وتوفي في عام 93 عام الثالث والتسعين من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام مما يبين لنا أن الكتابة والاهتمام بغزوات النبي عليه الصلاة والسلام بدأت مبكرة جدا وتلميزه موسى ابن عقبة كتب أيضا في الغزوات وقد امتدح الأئمة الكبار غزوات ومغازي موسى ابن عقبة فالإمام مالك قال هي من هي أصح ما كتب في الغزوات بالطبع حتى عصره وكذلك قال الإمام الشفعي يرحم الله على أنها ليست طويلة إلا أنها صحيحة وكذلك قال الإمام أحمد يرحم الله عليكم بمغازي موسى بن عقبة فإنه ثقة استمر هذا النفس في الاهتمام بالغزوات وبسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأشهر السير والغزوات من كتب في السيرة وفي المغازي في الغزوات هو ابن إسحاط محمد ابن إسحاط المتوفى في عام مية واحد وخمسين هجرية مية واحد وخمسين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة ابن إسحاط أخذها ابن هشام ونقحها وزاد عليها واعترض على بعض أشياء فيها ونسبت إليه واشتهرت سيرة ابن هشام وهي من أشهر كتب السير والمغازي والمغازي واستمر هذا النفس في الكتابة إلى عصرنا الحاضر بفضل الله سبحانه وتعالي كتابة في السير كالكتابة في التاريخ فكتاب السير لا يكتفون على الصحيح فقط في الغالب وإنما يجمعون بين كل المرويات التي تصل إليهم وتقع تحت أيديهم سواء ما صح منها أو لم يصح يقول الحافظ العراطي في ألفيته يعني المغازي والسير وليعلم الطالب أن السير تجمع ما صح وما قد أنكر هذا في ألفيته التي كتبها في المغازي والسير الحافظ العراقي وليعلم الطالب أن السير فيها ما صح وما قد أنكر وهو لا يقصد النكارة من ناحية الاستلاح لكن يقصد المقابل لما صح كتاب السير والتاريخ كانوا يجمعون كل المرويات على قاعدة معروفة عند أهل هذا العلم وهي قمش ثم فتش قمش أي جمع كل ما يصل إليك ويقع تحت يديك وبعد ذلك إن طال بك عمر فتش وأيضا أي فتش وميز الصحيح من الضعيف وأيضا على قاعدة من أسند فقد أحالك أي من جاء لك بالسند فلان عن فلان عن فلان فقد أحالك للنظر في هذا السند وهذه قواعد معروفة عند طلبة العلم وإن يعني جهلة بها الآن الكثير من الناس لكن هذه قواعد معروفة وليس أدل على أن الناس لا يعرفون هذه القواعد المقررة أننا نرى أنهم يأخذون من كتب التاريخ ويأخذون من كتب السير وينشرون ذلك دون النظر إلى القواعد المتفق عليها عند أهل العلم وعند أهل هذا الفن أهمية السير كما ذكرنا والكتابة في السير ومنهج أهل السير أنهم يجمعون ما بين الصحيح وما بين الضعيف غزوات النبي صلى الله عليه وسلم زكر ابن إسحاق يرحم الله أنها خمس وعشرون غزوة وزكر ابن سعد في الطبقات وكذلك الحافظ العراق في الألفية التي أشرنا إليها وفي شرحها عند المناوي أنها سبع وعشرون غزوة تبدأ بغزوة ودان غزوة ودان هي أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم منها غزوات كبار بدر وأحد والخندق الأحزاب وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف وتبوك وفي هذه الغزوات نزل القرآن ونحن بإذن الله رب العالمين سنتوقف عند الغزوات الكبرى وسنبدأ بإذن ربنا سبحانه وتعالى بغزوة بدر التي تسمى غزوة بدر القبرى لماذا سميت بغزوة بدر الكبرى تمييزا لها وتفريقا لها عن غزوة بدر الأولى تخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام يتعقب أحد العرب الذين أغاروا أغاروا على الأنعام في المدينة على الإبل وأغاروا عليها وساقوها فالنبي عليه الصلاة والسلام هو من أغار عليه هو مكرز بن جابر أو كرز كرز بن جابر أو على ما أتذكر نبي عليه الصلاة والسلام تعقب هؤلاء لكنه ما وصل إلى بدر وكانوا قد أفلتوا وأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وهو مكرز ابن جابر رضي الله عنه فميزوا ما بين هذه الغزوة غزوة بدر الأولى وبينها غزوة بدر الكبرى بدر سميت باسم رجل من غفار قبيلة مشهورة منها أبو زر الغفار رضي الله عنه باسم رجل رجل من غفار حفر هذه البئر في هذا المكان فسميت باسمه بئر بدر أو مكان مكان بدر غزوة بدر كانت في العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في السابع عشر من رمضان بين أداء الغزوة لابد أن نرى الظروف والأحداث التي كانت قبل الغزوة فنحن نعلم أنه خرج المسلمون الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام الصحابة خرجوا من مكة إلى المدينة مهاجرين تركوا أموالهم وتركوا ديارهم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى ومرضات النبي صلى الله عليه وسلم فهم تركوا المال وتركوا الديارة وتركوا مراتع الصبا وتركوا كل ذلك لله سبحانه وتعالى هاجر هؤلاء الصحابة الأوائل الأفزاز من مكة إلى المدينة لكن قريشا لم تترك الصحابة المهاجرين رضي الله عنهم في حالهم فبدأت ترسل التهديد تلو التهديد فأرسلت إلى عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين بعد ذلك لكن لما أرسلت إليه قريش كان ما زال كافرا ونحن نعلم أن أبي ابن سلول كان اتفق الأنصار الأوس والخزرج على أن يجعلوه ملكا عليهم في أثناء هجرة أو قبيل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام بعد حروب استمرت ما بين الأوس والخزرج لسنوات طوال من حرب بعاس أكثر من سبعين سنة فلأول مرة يجتمع الأوس والخزرج واتفقوا على تعيين رجلا حاكما عليهم ملكا عليهم هو عبد الله بن أبي ابن سلول فهو كان سيكون الملك المتوج بل كان النساء في المدينة يسرب قبل أن يتغير اسمها كنا يجملنا يجملنا التاج الذي سيلبس أبي ابن سلول في حفل تنصيبه ملكا على المدينة لكن الله سبحانه وتعالى أراد شيئا غير ذلك فكانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لكن ابن سلول لم ينس يوما من الأيام أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سببه الله سبحانه وتعالى أن يأخذ منه الملك بعد أن كان الأنصار يستعدون أوسو الخزرج لتنصيبه رئيسا عليهم وما عاش بهذه الغصة ومات بها منافقا في الدرك الأسفل من النار أضاع دنيا وأضاع آخرته بسبب حب المنصب وحب ألجه أرسلت قريش إلى ابن سلول ولم يكن قد أعلن إسلامه طقية أي نفاقا أعلن إسلام بعد ذلك وأبطن الكفر في قلبه أرسلت قريش إليه أن أخرج إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين وإلا جئناكم فاستأصلنا شأفتكم وخربنا دياركم جاء هذا هذه الرسالة جاءت إلى أبي بن سلول الذي كان كافرا لم ينافق بعد فجمع أبي بن سلول من هو على شاكلته ومن لم يسلم بعد فجمع هؤلاء على اعتبار أن يخرج النبي عليه الصلاة والسلام ويخرج المهاجرين الأوائل ولم يكن العاد قد ازداد بعده إلى عدد كبير يخرج هؤلاء إلى خارج المدينة تنفيزا لتهديد قريش ولرغبة ابن سلول وللكفار في يسرب وقتها على إخراج النبي عليه الصلاة والسلام والمهاجرين لكن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع بحكمته صلوات الله وسلام عليه أن يتجنب هذه الخطة التي وضعت من أبي بن سلول اتفاقا مع قريش على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة من ذلك أيضا أن أبا جهل عليه لعنة الله قابل سعد بن معاز رضي الله عنه هذا السيد فقابله وهو يطوف حول الكعبة ومعه أمية ابن خلف كافرة فاعترضه وقال لولا أن أمية معك لا فعلت فيك ولا فعلت فرد عليه سعد قال لو أنك منعتني من البيت أو أنك آزيتني فإن أيضا سنؤذيكم في طريق التجارة الذي تمرون فيه على المدينة فتوقف تهديد أبو جهل لسعد بن معاز لما رد عليه سعد بن معاز تهديده بتهديد أشد ومن تهديدهم أيضا أنهم كانوا يرسلون إلى آحاد المهاجرين لم يكتفوا بالإرسال إلى ابن سلول وإنما كانوا يرسلون كانوا إلى أحد المهاجرين إننا سنأتي إليكم ونفعل فيكم ونفعل ولا تحسبوا أنكم عندما خرجتم من مكة إلى المدينة أنكم قد أفلدتم إننا سنأتي إليكم ولن نتوانى أو نتأخر عن الإتيان إليكم فكان التهديد مستمرا في الحقيقة من قريش بصور شتى معزر بصور شتى حتى كان الصحابة رضي الله عنهم يحملون السلاح في ليلهم ونهارهم حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت يحرصه أصحابه كما ورد في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها عند الترمزي وغيره أنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام في أيام قدوم إلى المدينة فإنه سهر وقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرصني الليلة قالت فسمعنا خشخشة السلاح خشخشة السلاح أي صوت السلاح فالنبي عليه الصلاة والسلام ناد فقال من فقال الذي يحمل السلاح سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرصني الليلة فكان سعد ابن أبي وقاص فسأله النبي عليه الصلاة والسلام أي إن الله سبحانه وتعالى استجاب لدعوة النبي في الحال عليه الصلاة والسلام فسأله النبي عليه الصلاة ما جاء بك يا سعد قال يا رسول الله إني أنت بني الخوف أو خفت أن يصيبك شيء فقلت أو انتويت أن أحرصك الليلة أو كما قال سعد رضي الله عنه فدع له النبي عليه الصلاة والسلام بخير إذن كان الصحابة رضي الله عنهم يبيتون في السلاح ويمشون بالسلاح خوفا من أن تأتيهم قريش فجأة وكانوا يحرصون النبي عليه الصلاة والسلام حتى أيضا في حديث أم من عائشة أيضا أيضا عند الترمزي وغيره أنه حتى نزل قوله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس فالنبي عليه الصلاة والسلام نادى على أصحابه أن يتركوا حراسته لأن الله سبحانه وتعالى أنزل قوله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس إذن كان التهديد مستمرا من قريش وأنا أريد أن تضع هذا السياق في النظر إلى غزوة بدر هذا السياق في غاية الأهمية التهديد مستمر من قريش للمهاجرين حتى كان كما رأينا يبيتون في السلاح ويمشون في السلاح ويحرصون النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى في المرحلة المكية في العهد المكي كان لم يأزن للمسلمين الصحابة الأوائل أن يردوا على الظلم أو أن يردوا الأزى بأزى إنما كان الله سبحانه وتعالى منعهم من ذلك فلم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هذا في العهد المكي معناها أنه من ظلم لا يرد الظلم من أوزي في الله لا يرد على الأزى فما رأينا في العهد المكي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر مثلا بقتل أبي جهل وكان هذا من الممكن أو قتل أمية أو قتل فلان أو قتل أهلان وإنما تحملوا في العهد المكي حسبة لله سبحانه وتعالى وصور الأزى في العهد المكي كثيرة ومتعددة جدا على سبيل المثال من أجل التذكرة أنهم كانوا يمسكون بمن آمن بالله رب سبحانه وتعالى وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا ويعذبونه في صحراء مكة يعني يعرونه من ملابسه وجردونه من ملابسه ويعذب وأشهر من عذب بهذه الطريقة بلال رضي الله عنه مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يضعون الصخرة الكبيرة على صدره ويتركونه طوال النهار مجربا من ملابسه في صحراء مكة وابلال لا يزيد على أن يقول كما هو معلوم أحد أحد يمر النبي عليه الصلاة والسلام على آل عمار ابن ياسر رضي الله عنهما فيراهم جميعا وهم يعذبون والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم موعدكم الجنة خباب ابن الأرد رضي الله عنه تعذبه سيدته وكان حدادا حتى أنها كانت تكوي ظهره بسيوخ السياخ الحديد حتى ينطفئ النار من دهن ظهري يعني ينزل الدهن من ظهري هو الذي يطفئ النار وقد آرى عمر ابن خطاب رضي الله عنه صار هذه الحروق وهذه الحفر الحقيقة التي كانت في جسده يذهب للنبي عليه الصلاة والسلام من شدة ما يرى خباب من الأزى والعذاب يجد النبي عليه الصلاة والسلام متوسدا بردة له فيقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا فيصبره النبي عليه الصلاة والسلام الحديث في العهد المكي الله سبحانه وتعالى لم يأزن للمسلمين في الرد على الأزى أو الرد على هذا الظلم الذي تعرضوا لهم ثم أزن لهم الله سبحانه وتعالى في العهد المدني والحالة الثانية من التدرج من التدرج في القتال والجهاد في سبيل الله أزن للذين يقاتلون بأنهم بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض له الدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر بسم الله فيها كثيرة وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ أُزِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا يفهم من الآية أنه طالما أزن الله لهم أنه لم يكن مأزوناً لهم قبل ذلك بمفهوم المخالفة أُزِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ثم جاءت المرحلة السالسة التي فرض الله فيها الجهاد على المسلمين وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَيُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ إذن هي مراحل وانظر إلى أخلاق الصحابة رضي الله عنهم مع ربهم سبحانه وتعالى لا تنسى أننا نتكلم عن من منظور أخلاقي في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام انظر إلى أخلاق الصحابة رضي الله عنهم في التصديق وفي التطبيق سمعا وطاعة وفي الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى فإنهم لما لم يأزن لهم ربنا سبحانه وتعالى في القتال في العهد المكي قالوا سمعا وطاعة سمعا وطاعة سمعنا وأطعنا وصبروا على الأزى وصبروا على سنن الله سبحانه وتعالى وصبروا على أقدار الله المؤلمة سبحانه وتعالى فهذا فهذا من أخلاقهم وجميل أخلاقهم مع ربهم سبحانه وتعالى ثم لما أزن لهم في القتال فإنهم أيضا قالوا سمعنا وأطعنا الذي يظلم أزن الله له سبحانه وتعالى أن يرد الظلم ثم لما فرض الله عليهم القتال فإنهم قالوا سمعنا وأطعنا وباعوا أنفسهم وأموالهم لله سبحانه وتعالى سمعنا وأطعنا فانظر من زاوية أخلاقية ومن منظور أخلاقي إلى الصحابة رضي الله عنهم وإلى تفعيل الأخلاق مع ربنا سبحانه وتعالى وجميل الأخلاق مع ربنا سبحانه وتعالى إذن الجهاد مر بمراحل كما رأينا هذه المراحل السلاسة في غزوة بدر الكبرى سبب الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن أبا سفيان خرج على رأس قافلة كبيرة مهيبة فيها تتكوم من ألف بعير جمل جمل ناقة وفيها ما يربو من أموال قريش ما يربو على الخمسين ألف دينار زهبي بطائع وأموال وغير ذلك علم النبي عليه الصلاة والسلام بخروج هذه القافلة وعلى رأسها أبو سفيان بن حرب قبل إسلام بالطبع وأن حراسة هذه القافلة ليست بالقوية إذ كان عدد الحراس لا يزيد عن الأربعين فالنبي عليه الصلاة والسلام جلس وقص عليهم خبر القافلة وقال لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفلكمها أي هذه القافلة هل كما يقول بعض المستشرقين وبعض أزنابهم الذين لا يتمعنون ولا يدرسون ولا يبحثون ولا يسألون إنما يأخذون ما تكلم به هؤلاء فقط أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليقطع الطريق وليسرق الأموال كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن الصحابة خرجوا من أموالهم ومن ديارهم وهناك نمازج كثيرة تدل على ذلك منها ما ورد عن صهيب رضي الله عنهم وهو الذي يقص علينا القصة وهي عند ابن حبان وفي مسند ابن حبان وفي مسند أحمد وغيرهما والشيخ الألباني يرحمه الله صحح هذا السند أو حسنه صحح ولغيره أو حسنه في فقه السيرة للشيخ الغزالي يرحمه الله وغيره صحيب يروي أنه لما أراد الهجرة من مكة إلى المدينة فإن قريشا قطعت عليه الطريق وقالت جئت إلينا بلا مال وتريد أن تخرج الآن بمالك وكان قد جمع مالا كثيرا فصحيب رضي الله عنه قايدهم وقال إن تركت لكم كل مالي على أن أخرج إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تتركوني قالوا نعم قالوا نعم أترك المال وأخرج بنفسك فصحيب رضي الله عنه ترك لهم كل ماله ما جمع من مال مقابل أن يهاجر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا نموذج لما وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ربح البيع يا صحيب أو ربح البيع صحيب ربح البيع فصحيب ترك كل ماله لقريش صحاب الكبار تركوا أموالهم وديارهم حتى أن أبا بكر كان في غزوة بدر ينادي على ابن أين مالي يا خبيس أين مالي يا خبيس فتركوا الأموال والديار والديار هذه أموال وتركوا يعني كل ما يملكون في مكة تركوا كل هذا لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فلو أنهم فمعنى أنهم يخرجون لأخذ هذه الأموال أنهم يستردون شيئا من حقوقهم المسلوبة ليس قطعا للطريق وليست لصوصية كما يقول المستشرقون وأزنابهم إنما هذا حق سلب منهم حق سلب منهم كل البيوت التي في مكة للمؤاجرين أخذها كفار قريش كم تساوي هذه البيوت أخذوا كل ما يملك الصحابة الأوال نبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه ما سمعنا ولم يعزم عليهم يعني لم يأمر الصحابة بالخروج معه لأنه كان لم يكن يعلم أن قريشا ستأتي للقتال إنما هو خرج فقط من أجل القافلة خرج النبي عليه الصلاة والسلام من أجل القافلة فلما وصل إلى زيل عشيرة اسم مكان وجد القافلة قد غادرت هذا المكان من عدة أيام فعاد النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر عودة قافلة أبي سفيان في طريق العودة هي تذهب من طريق المدينة وتعود أيضا من طريق المدينة وانتظر النبي عليه الصلاة والسلام حتى اقترب موعد عودة القافلة فأرسل اثنين من الصحابة طلح ابن عبيد الله رضي الله عنه وسعيد ابن زيد رضي الله عنه فأرسلهما ليتتبع عودة قافلة أبي سفيان فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن لرسولنا صلى الله عليه وسلم أن القافلة في طريق العودة نبي عليه الصلاة والسلام خرج معه من خرج من الصحابة وليس كلهم لأنه كما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان قد خرج في أول الأمر لقتال إنما خرج من أجل القافلة فقط وحراساتها ليست كبيرة كما سمعنا إنما فقط أربعون من الحرس نبي عليه الصلاة والسلام خرج لكن أبو سفيان وكان ماهرا ويعرف ضروب الصحراء وكان زكيا فلما جاءه الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليتتبع القافلة وليقطع الطريق عليهم يتتبع القافلة فإن أبا سفيان أخذ يرسل العيون ليرى أين مكانهم أين مسيرهم حتى يستطيع أن يغير طريق العودة حتى أنه كان يسير عند في الصحروات في الطرق ويمسك البعر بعر النوق ويفته بيده حتى رأى آثار النوى وكانت المدينة كانوا في المدينة يعرفون الجمال نوى أن المدينة قوامها على الطمر فرأى آثار النوى في هذا البعر فعلم أن هذه النوق هي نوق الأنصار نوق المدينة نوق المسلمين نوق المسلمين عزيرة وأخبرهم أن القافلة سيهاجمها محمد صلى الله عليه وسلم خرج ضمضم ابن عمرو الغفاري مسرعا بالطبع فلما وصل إلى مشارف مكة جدع أنفه أي قطع أنفه حتى تسيل الدماء على ملابسه ومزق ملابسه وأخذ ينادي بأعلى صوته اللطيمة اللطيمة الغوث الغوث أدركوا أموالكم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم سيهاجم القافلة الغوث الغوث اللطيمة اللطيمة قامت قريش عن بكرة أبيها كيف هذا وصل الأمر بمحمد صلى الله عليه وسلم أن يقطع علينا طريقة تجارتنا هذا لا يصح ولا يجوز ولا يمكن فالتمع الجميع السادات والأشراف والملأ على الخروج جميعا لمقابلة النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين فخرج الأشراف كلهم إلا أبو لهب فإنه لم يخرج عم النبي عليه الصلاة والسلام لم يخرج وكان له دين على رجل فأرسل هذا الرجل بدلا عنه خرج الأشراف والسادات والملأ كل خرج لقتال المسلمين وارجع إلى ما ذكرنا من تهديدهم المتكرر فجاءت بالنسبة إليهم الفرصة لقتال النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين فخرجوا جميعا وكان القبل على فرعون هذه الأمة أبو جهد عليه الصلاة فخرجوا ومعهم جيش يتكون من ألف وسلاسمائة من الرجال المقاتلين ومعهم الكثير من الخيول مئة فرص ومعهم جمال نوق عددها كبير جدا ومعهم ستمائة درع ومعهم الكثير من الصيوف وجيش مجهز لقتال جماعة كما سنرى خرجت من أجل القافلة ولم تخرج في الأصل للقتال فخرجوا جميعا من أجل قتال النبي عليه الصلاة والسلام وهم يحسبون أنها ستكون الفاصلة وأنهم سيقضون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين في المدينة وأنهم سيدخلون عليهم عقر ديارهم في المدينة كما أرسلوا إليهم التهديد تلوى التهديد نتوقف على ذلك على أن نستأنف إن شاء الله وقدر في اللقاء القادم بإذن الله رب العالمين أكتفي على هذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة